بسم الله الرحمن الرحيم باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية من أجل الاطلاع وتعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية هيئة المستشارين ونقابة المهندسين لدراسة المعوقات المقدمة من قبل النقابة وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها ولغرض معالجتها وعرضها على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما إقرار توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم ثلاثة آذار من كل عام يوما وطنيا للمرأة العراقية وفيما يخص مشروع خط سكة قطار بصر شلامشة اتخذ المجلس الآتي إقرار محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة إيماثيا الإسبانية لتنفيذ خط سكة قطار بصر شلامشة وإمضاء العقدي مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتمديد مدة التفاوض ستين يوما وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه أولا تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 325 لسنة 2013 ليكون إنشاء مجمع جنة بغداد السكني على مساحة 119 دونمن ثانيا تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكوري في الفقرة أولا آنفا وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصرف الرافدين مع شركة كيتو انتيغرتي وعدد من الخبراء لا يتجاوز عن ثلاثة في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية وقرارات مجلس الوزراء 44 لسنة 2012 ومية وأربعة وثمانين لسنة 2021 والفقرة واحد من قرار 23545 لسنة 2023 لمواكبة التطور في النشاط المصرفي والسعي لإيجاد بنوك مراسل خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف المذكور آنفا وافق مجلس الوزراء على إقرار ضوابط تنفيذ المادة 35 أولا من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة على أن تتولى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي المالية والزراعة لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية من غير أصحاب حق التصرف بجزء من مدة العقد أو كليهما لإيقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تحدد بضوابطها الموافقة على ما يأتي أولاً إقرار توصية محضر اجتماع الفريق المعني بدراسة وثيقتين تقويم الحاجات التكنولوجية تي أن أي وخطة العمل التكنولوجية تي أي بي ثانياً تولي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المبينة في الفقرة واحد المذكورة آنفاً بالتنسيق بينها وجهات القطاعية المعنية بالموضوع وترجمت الوثيقتين المذكورتين آنفاً بصيغة قانونية ومن تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة وبشأن دعم القطاع الصناع الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية جرت الموافقة على تعديل الفقرة خامساً من قرار مجلس الوزراء المرقم 24413 لسنة 2024 لتصبح بحسب الآتي تتولى وزارة الزراعة دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات رفع يد الأصلاح الزراعي بناء على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها ولوزارة الصناعة والمعادن والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات أن تتخذ الإجراءات اللازمة كافة في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقاً للتشريعات النافذة وفي إطار تنظيم العمل الاستثماري جرت الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وملحوظات ممثل الدوائر المثبتة على محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 وفي مجال تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي مجال الخدمة الخارجية وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة إغلاسكو البريطانية استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وفي إطار معالجة الحكومة لقضية التلكؤ في المشاريع المختلفة تمت الموافقة على ما يأتي أولاً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي ثانياً زيادة الكلفة الكلية لمشروع تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ محافظة الذيقار البنى التحتية شكراً جزيلاً لكم